نرحب بكم من أكاديمية أوس التربوية معكم هيا المريطة معلمة اللغة العربية سوف نشرح اليوم إن شاء الله عن الفعل المجرد والمزيد من الأفعال والأسماء تعالوا أولاً تعالوا معي أولاً يا أبنائي لنتعرف عن المجرد لنتعرف على المجرد من الأسماء والأفعال ماذا يعني مجرد؟ تابعوني المجرد هي الكلمة التي كل حروفها أصلية ماذا يعني ذلك؟ أي لا يمكن الاستغناء عن حرف منها فإذا حذفنا حرفاً منها تغير المعنى مثلاً أكل، وجد، عالم، درس، حفظ، لاعب فإذا حذفنا مثلاً وجد، حذفنا الواو، أصبحت جد إذن هنا يتغير المعنى إذا حذفنا حرف يصبح اختلال في المعنى أو تغير في معنى الكلمة إذا الحروف الأصلية التي لا نستغني عنها هي المجرد هي الحروف الأصلية التي لا نستطيع الاستغناء عنها أنواع المجرد المجرد نوعان مجرد ثلاثي ومجرد رباعي أي أن المجرد يكون أصله يكون ماذا؟ أصله ثلاثي وحروفه الأصلية تتكون من ثلاثة أحرف أصلية وقد يكون مجرد رباعي أي حروفه الأربعة أصلية لا يمكن استغناء عنها نهائياً ثلاثي وهو كل فعل عدد حروفه الأصلية ثلاثة مثل خرجة، عاملة، لاعبة، فهمة، حفظة، درسة، وهكذا حروفه الأصلية ثلاثة بينما المجرد الرباعي هو كل فعل عدد حروفه الأصلية أربعة أحرف أحسنتم مثل ماذا؟ دحرجة، زلزلة، وسوسة، جلجلة، هلحلة، بعثرة أحسنتم إذن هذه الحروف جميعها أصلية إذن الفعل نوعان، مجرد ومزيد شرحنا قبل قليل أن المجرد نوعان، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي والمجرد هو الذي جميع حروفه أصلية، ولا يمكن الاستغناء عنها نهائيا فعل مجرد ثلاثي، مثل ماذا؟ كتب، رسم، قفز، سمع، أكل، شريبة مثلا، كتب، إذا حذفنا حرف الكاف، تصبح ماذا؟ تب، إذن اختلى معنى الكلمة رسم، إذا حذفنا حرف الراء، ماذا تصبح؟ سم، إذن تغير معنى الكلمة إذن هذه حروف أصلية، تتكون من كم حرف؟ نعم، تتكون من ثلاثة أحرف أصلية، إذن هو فعل مجرد ثلاثي أحسنتم إذن نعيد ونكرر الفعل المجرد حروف الماضي منه أصلية لا يمكن الاستغناء عن أي حرف منها مثل مثل ماذا؟ مثل كتب، رسم، قفز، سمع، أكل، شريبة ثانيا، المزيد من الأسماء والأفعال ما هو المزيد؟ تعرفنا عن المجرد وهي وهو الفعل الذي جميع حروفه أصلية لا نستطيع الاستغناء عن أحرفه منا هو؟ أو من هو الفعل المزيد؟ تعالوا لنتعرف سويا يا أبنائي إذن المزيد، الكلمة التي زدنا حرفا أو أكثر على حروفها الأصلية زدنا على جذرها زدنا على ماذا؟ على جذرها الجذر أي الحروف الأصلية مثل كسر أخرج قاتل انكسر محاسن مراجع كما نعلم هنا كسر فعل ماضي مكون من أربعة حروف نعم أربعة وليست ثلاثة أحرف كيف ذلك؟ حرف الكاف والسين عليه تضعيف أي عبارة عن سين ساكنة وسين متحركة وهي الشدة كس س ر أربعة حروف وهو فعل كذلك أخرج بزيادة الهمزة إذن كسر على وزن فعلة الزيادة في حرف السين أخرج على وزن أفعلة الزيادة في الهمزة قاتل إذن زيادة أين هنا؟ قاتل على وزن فاعلة نعم الفعل قتل إذن أين حرف الزيادة هنا؟ حرف الألف كذلك الأمر في كسر من كسر نرجعه للماضي الثلاث أي جذرها كسر من كسر حرف الزيادة هو السين أخرج من خرج حرف الزيادة هو الألف قاتل من قتل حرف الزيادة هنا الألف إن كسر نرجعها للماضي المجرد كسر إذن أين حرف الزيادة؟ ألف ونون أحسنتم أما محاسن نوعه هنا اسم أم فعل؟ نعم اسم أحسنتم محاسن من الفعل أين حروفها الأصلية التي تم اشتقاقها؟ حروفها الأصلية أي جذرها التي لا يمكن الاستغناء عنها نعم من حسنة حرف الحا والسين والنون إذن أين حروف الزيادة هنا؟ الميم والألف أحسنتم مراجع حروف الأصلية الر والجيم والعين من رجع مراجع إذن أين حروف الزيادة هنا؟ حرف الميم والألف إذن المزيد الكلمة التي زدنا حرفاً أو أكثر على حروفها الأصلية أي زدنا على جذرها الأصلي إذن كيف ينميز أو نعرف المجرد من المزيد؟ كعلوا معي يا أبنائي وركزوا معي لقد قلنا قبل قليل أن الفعل المجرد هو ما كانت كل أحروفه أصلية في صيغة الماضي؟ نرجع للماضي المجرد مثلاً سبح أكل فعل مجرد ثراثي لعب الولد الكرة هنا الفعل لعب حروفه أصلية حرف اللام والعين والباء لن نستطيع حذف أي حرف فيه تعالوا نجرب إذا حدفنا حرف اللام أي كيف تصبح؟ عبا إذن هنا اختلنا معنا الكلمة إذن اللام والعين والباء حروف أصلية مجرد ثلاثي نعم فعل ثلاثي مجرد ومنها أيضاً كتبا شربا لاعبا درسا أحسنتم فتح الرجل الباب فتح فعل ثلاثي أحسنتم لعب فعل ثلاثي سنحذف حرف من حروفه وسنرى ماذا سيحدث حذفنا حرف الفاء ماذا تصبح؟ تح حذفنا حرف الفاء تصبح تح إذن هنا اختل معنا الكلمة كذلك لعب الولد الكرة لعب فعل ثلاثي سنحذف أيضاً حرفاً من حروفه حتى نعرف أنها حروف أصلية أم لا وسنرى ماذا سيحدث حذفنا من لاعبة حرف اللام عبة هل أصبح للكلمة معناه؟ طبعاً لا إذن فهي حروف أصلية حروف الفعل كلها أصلية إذن فهو فعل ثلاثي مجرد أي خلا من حروف الزيادة أحسنتم كيف أميز المجرد من المزيد؟ خاصة ركزوا هنا خاصة إذا كان في المضارع مع ألف الاثنين أو والجماعة أو غيرها وهنا مربط الفرس ركزوا كيف سنميز المجرد من المزيد إذا اتصل به الضمائر؟ أو حروف المضارعة؟ تعالوا معي نعم هنا أحرف المضارعة نون ألف تا يا لقد قلنا سابقاً يا أبنائي نجمعها في كلمة نأتي وهي أحرف المضارعة تحول الفعل الماضي إلى مضارع مثل درسة لو أضفنا لها النون ماذا تصبح؟ درسة ندرس لأن تحول الماضي إلى مضارع فسميت أحرف مضارعة تأتي في أول الفعل أدرس ندرس تدرس يدرس إذن ندرس أدرس تدرس يدرس هذه أحرف المضارعة ليست زيادة نعم أحسنتم هي ليست زائدة على الكلمة فإذا وجدناها لا تعتبر زائدة بل هي من أهل البيت أحسنتم كذلك الأمر في الضمائر متصلة نعم نستذكرها تاء المتحركة تاء المتحركة تاء توتي لأخذناها التاء المتحركة ألف ألف الاثنين وهو الجماعة نون النسوة ناد دال على الفاعلين ناد دال على غير الفاعلين يا المخاطبة يا المتكلم كذلك الأمر في تاء التأنيث الساكنة هي ليست من الضمائر هي أيضا ليست زائدة على الكلمة إذن أحرف المدارعة نون ألف تاء يا ممكن أن نحفظها في كلمة نأتي تأتي في أول الفعل المدارع الضمائر المتصلة تاء التأنيث الساكنة أيضا اللي التعريف اللي التعريف تتصل دائما بالأسماء أما الضمائر المتصلة قد تتصل بالأسماء وقد تتصل بالأفعال أما أحرف المدارعة تتصل فقط بالأفعال ركزوا معي أحرف المدارعة نون ألف تاء يا نأتي تأتي في أول فعل المدارع تتصل فقط في الأفعال المدارعة أما اللي التعريف تتصل فقط في الأسماء أما الضمائر متصلة تتصل في الأسماء والأفعال أما التأنيث الساكنة تتصل بالأفعال إذن هذه لا تعتبر أحرف زائدة بل تعتبر مجرد إذا اتصلت بالفعل تعالوا معني نفهم أكثر ما جذروا الكلمات الآتية إدخال ما جذرها ما هي الحروف الأصلية التي لا يمكن استخناء عنها إذن نرجعه للفعل الماضي أدخل هل أستطيع حذف أي حرف منه دون أن يتغير المعنى نعم أي حرف الألف نعم هنا الهامزة تصبح دخل فلا يختل المعنى إذن حرف الدال والخاء واللام حروف أصلية دخل جذرها إذن أين أحرف الزيادة حرف الألف الهامزة والألف الثانية بعد حرف الخاء أحسنتم يبعثر ركز الفعل الماضي باثرة إذن نرجعه للماضي المجرد هنا أرجعناه للماضي باثرة هل أستطيع حذف أي حرف منه دون أن يتغير المعنى طبعا لا لأن باثرة حروف أصلية هو فعل ثلاثي فعل رباعي أحسنتم مجرد قلنا قبل قليل أن الفعل المجرد قد يكون ثلاثي وقد يكون رباعي وهنا جاء رباعي لو حذفنا حفل تصبح عاثرة أبدعتم تابعونا إذن لو قلت لك يا بني هنا الكلمة وهنا جذرها محفوظ يعلم استعمل لو قلت لك أعطني جذر هذه الكلمات ماذا ستفعل نعم نرجع كل فعل إلى سيق الماضي وبالتالي إلى المجرد كذلك الاسم نشتق منه الأحرف الأصلية محفوظ من الفعل حفظة أحسنتم إذن جذرها حفظة يعلم ما هو الماضي من يعلم عليما إذن حروف أصلية استعمل أعطني الحروف الأصلية التي لا يمكن أستغني عنها نعم عاملة لأن هنا حروف الزيادة ألف وسين وتاء بينما في محفوظ حروف الزيادة بعدما قلنا أن جذرها حفظة حروف الزيادة الميم والواو أما يعلم من علمة هنا مجرد لماذا؟ ألم نقل قبل قليل أن حروف المضارعة نونو ألف تاء وياء تتصب الفعل المضارع بأول يعلم من الفعل علمة هذه هي المضارعة إذن لا يعتبر مزيد إذن فهو فعل مجرد أحسنتم وأبدعتم إذن جذر الكلمة هي أصل الكلمة الحروف الأصلية التي تتكون منها الكلمة ولا يمكن أبدا الاستغناء عن حرف منها وغالبا يتكون الجذر من ثلاثة أحرف قلت غالبا وليس دائما يأتي جذر الكلمة من ثلاثة أحرف أو من أربعة أحرف لكن الأغلب من ثلاثة أحرف أحسنتم لمعرفة كيفية استخراج الجذر الثلاثي للكلمة ماذا أعمل لمعرفة كيفية استخراج الجذر الثلاثي للكلمة إذا قلت لي يا بني كيف سأعرف أن هذه الحروف أصلية شرحنا وقلنا أننا لا نستطيع حسف أي حرف منها فإذا قلت لي كيف أستطيع استخراج الجذر الثلاثي تعالوا معي أولاً نأتي بالفعل الماضي من الكلمة ثم نبحث عن الأحرف الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثلاً يكتب الفعل الماضي من هو؟ ماذا؟ فعل الماضي من يكتب؟ أحسنتم أنتم مبدعون دوماً يا سادس أيضاً كلمة يستخرج أين الماضي منه؟ استخرج هل أستطيع حذف أي حرف منه دون أن يتغير المعنى؟ نعم كيف ذلك؟ ركزوا يستخرج نأتي بالماضي أولاً نأتي بالماضي استخرج ثم نأتي بالحروف التي لا نستطيع الاستغناء عنها من خرج إذن هو فعل مزيد حرف الألف والسين والتا لاحظوا معي هنا أستطيع حذف الألف والسين والتا من الكلمة دون أن يختل المعنى فتصبح خرج نستنتج أن جذر الفعل استخرج هو خرج نعيد ونكرر الفعل المزيد هو ما زيد عن حروفه الأصلية حرف أو أكثر مثل ماذا؟ مثل أخرج صادقة انصرف انشق تدحرج أخرج من الفعل خرج هنا حرف الهمزة زيادة صادقة من الفعل صدقة حرف الألف زائدة انصرف من الفعل المجرد الثلاثي صرف أحرف الزيادة هنا الألف والنون انشق من شقة أو شقق مسؤول سمع معي يا ابني في المثال الآتيين أخرج هل هو مجرد أم مزيد؟ فكر معي ماذا قلنا؟ أخرج فعل الماضي أخرج أي الحروف التي يمكن استغناء عنها؟ لا تقل لي أن هذه الأحرف مثلا أن الهمزة من حرف المضارعة لأنه فعل ماضي وليس مضارع أخرج فعل ماضي إذن هل هو مجرد أم مزيد؟ نلاحظ عند تحليل الفعل نجده يخلو من أي دخيل نأتي بجذر الكلمة وهو خرج إذن أين حرف الزيادة هنا؟ نعم الألف الهمزة أحسنتم إذن جذرها خرج إذن فعل مزيد بحرف أخرج جذرها خرج نلاحظ أننا زدنا على الجذر حرفا ألا وهو الهمزة إذن الفعل أخرج مزيد بحرف نستنكج أن الفعل أخرج هو فعل مزيد أما أخرج أخرج فعل ماضي لاحظوا إلى حركة الفعل فعل ماضي بمنع الفتحة أما هنا أخرج هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة إذن الحركات مهمة جدا يا أبنائي أخرج هل هو مجرد أم مزيد إذن نلاحظ عند تحليل الفعل نجده يخلو من أي دخيل نأتي بجذر الكلمة من خرج إذن أخرج جذرها خرج نلاحظ أيضا أن الهمزة من حروف المضارعة وحروف المضارعة لا تعتبر زيادة في الكلمة تعالوا معي نحللها مرة أخرى فالتكرار يعلم الشطار أخرج هل هو مجرد أم مزيد نلاحظ عند تحليل الفعل نجده يتكون من حرف المضارعة ألا وهو الهمزة زائد الفعل خرج أولا نحذف كل ما هو دخيل على الفعل تصبح خرج حذفنا حرف المضارعة تبقى لدينا خرج ثانيا نأتي بالجذر الثلاثي ألا وهو خرج خرج جذرها خرج أحسنتم نلاحظ ماذا؟ أن حرف الفعل وجذره متشابهين كلاهما ثلاثي وهذا يعني أن الفعل مجرد وليس مزيد لا يحتوي على أي أحرف من أحرف الزيادة والهمزة أولها هنا فعل مضارع إذن الهمزة همزة المضارعة كما قلنا أن حرف المضارعة ليست زائدة كذلك الضمائر متصلة وتأنيث والتعريف إذن نلاحظ أن حرف الفعل وجذره متشابهين كلاهما ثلاثي وهذا يعني أن الفعل مجرد لا يحتوي على أي حرف من أحرف الزيادة نستنتج أن الفعل أخرج هو فعل مجرد أحسنتم سماعاً معي بني في المثال الآتي يعلمه أن تتساءل نحن نتساءل نتساءل هل هو مجرد أم مزيد كيف سنفها نتأكد ونكون على يقين نلاحظ ذلك عند تحليل الفعل قلنا أولاً نرجعه للماضي ثم نستخرج الحروف الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها إذن نلاحظ عند تحليل الفعل نجده يتكون من ي حرف المضارع يعلمه زائد علم زائد ضمير الها الها ليست زائدة واليا ليست زائدة يعلمه من علم فعل ماضي علم إذن علم اللام عليها شدة عبارة عن حرفين إذن هنا مزيد بحرف ألا وهو اللام أما الياء فهياء المضارعة أما الها الغائب فالضمائر ليست زيادة كما هو الحال في حروف المضارعة أولاً إذن نحذف كل ما هو دخيل على الفعل يعلمه دخيل وليس زائد الياء المضارعة والها الغائب وهو الضمير نحذفهم تصبح علم إذن حذفنا حرف المضارع والضمير تبقى لدينا علم ثانياً نأتي بالجذر الثراثي وهو علم إذن علم جذرها ماذا؟ نعم علم جذرها علم نلاحظ أن حرف اللام مشدد أي العباء المشدد أو المضاعف عبارة عن حرفين أحدهما ساكن والآخر متحرك إذن نلاحظ أن حرف اللام مشدد في الفعل علم أما في جذره الثلاثي فغير مشدد علم جذره علم وهذا يعني أن الفعل علم يتكون من أربعة أحرف أي أنه مزيد بالتضعيف هنا حرف الزيادة وحرف اللام تبعاً معي أيضاً في المثال التالي يهجروك هل هو مجرد أم مزيد نلاحظ عند تحليل الفعل نجده يتكون من ي يهجروك نخرج الآن نخرج ماذا؟ الأحرف الدخيلة وليست زائدة لا تعتبر زائدة يهجروك اليا ياء المضارعة نستخرجها والكاف أحسنتم والواو واو الجماعة كاف المخاطب هذه ضمائر وليست زيادة من الفعل ماذا؟ هجرة إذن ياء المضارعة والواو الجماعة ضمير متصل كذلك الكاف كاف المخاطب ضمير متصل والضمائر المتصلة وأحرف المضارعة هي أحرف دخيلة وليست زائدة على الكلمة أولا نحذف كل ما هو دخيل في الفعل الياء المضارعة واو الجماعة ضمير وكاف المخاطب أيضا هو ضمير فتصبح ماذا؟ حذفنا حرف المضارعة والضمائر تبقى لدينا هجرة وهي جذر الكلمة ثانيا نأتي بالجذر الثلاثي وهو هجرة هجرة أحسنتم جذر وهجرة نلاحظ أن حرف الفعل وجذره متشابهين كلاهما ثلاثي وهذا يعني أن الفعل مجرد لا يحتوي على أي حرف من أحرف الزيادة تماعا معي يا بني في المثال الآتي الوالد هنا اسم هل هو مجرد أم مزيد فكروا معي وركزوا بداية نلاحظ عند تحليل الاسم نجده يتكون من اللي التعريف اللي التعريف تتصل فقط بالأسماء إذن نحذف الأحرف الدخيلة لأنها ليست زيادة تصبح والد والد ما هي الحرف الأصلية جذرها نعم من ولد إذن حرف الزيادة هو حرف الألف تعالوا معي لنتأكد سويا سوف نتأكد سويا يا سادس تركزوا معي أولا نحذف كل ما هو دخيل على الاسم كنا قبل قليل على الاسم الضمائر والتعريف أحسنتم الوالد تحذف التعريف حذفناها تبقى لدينا والد ثانيا نأتي بالجذر الثلاثي الحروف الأصلية التي لا يمكن استغناء عنها وهو ولد إذن والد جذرها ولد نلاحظ أننا زدنا حرفا على جذر الكلمة وهو الألف بعد الحرف الأول وهذا يعني أن الاسم والد مزيد بحرف لاحظوا هنا الكلمة والأحرف الدخيلة على الكلمة أي لا يعد من أحرف الزيادة والجذر وعدد أحرف الزيادة وهل هو مجرد أم مزيد نقرأ ركزوا نقرأ في المدارع أولا نميز نوعه وإي زمن إذا كان ماض نقرأ نقرأ فعل مدارع إذن هذه النون نون المدارعة لا تعتبر زيادة بل هي دخيلة على الكلمة الجذر قرأة إذن لا يوجد أحرف زيادة فهو فعل مجرد دروس ما هي الأحرف الدخيلة جذرها درسة أحرف الزيادة حرف الواو إذن مزيد بحرف محاسنك قبل خليل قلنا عن محاسن محاسنك الكاف المخاطب إذن الكاف ضمير متصل نعم إذن هو من الضمائر أي من الأحرف الدخيلة وليست الزائدة وليست أحرف زائدة محاسن محاسن من الفعل حسنة أو حسنة حرف الح والس والن أين أحرف الزيادة هنا وما حرفان الميم محاسن والألف أما الكاف قلنا أنها ضمير والضمائر هي دخيلة وليست زائدة إذن هنا مزيد بحرفين أما صنعت أو صنعت تاء التأنيث الساكنة أحرف دخيلة نعم من الأحرف الدخيلة على الكلمة لا يعب من أحرف الزيادة صنعت من الفعل صنعة إذن جدرها ثلاثي حرف الصات والنون والعين هل يوجد هنا أحرف زائدة طبعا لا إذن هل هو مجرد أم مزيد نعم هو فعل مجرد تعالوا معي يا أبنائي إلى التدريبات صفحة سبعين وواحد وسبعين السؤال الأول ميز المجرد من المزيد فيما تحته خاطر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد أحسنتم ولا يشرك ولا يشرك ربه أحد إذن هنا فليعمل الدخيل على الكلمة حرف الفا واللام واليا جذره ماذا عمل فليعمل فليعمل الفا واللام إذن جذره 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 عامل اليا من حروف المضارع وليست زائدة بل هي دخيلة كذلك الأمر اللهم إني أسألك الهدى أسألك الدخيل على الكلمة هنا الهمزة كيف علمنا أسألك من الفعل سأل أسألك أحسنتم إذن الدخيل على الكلمة الهمزة حرف المضارع كافي المخاطب ليست من الحروف الزيادة أسألك إذن هنا صيغة المضارع إذن الهمزة من الحروف المضارع والكاف ضمير متصن إذن هو فعل مجرد وليس مزيد من الفعل سأل كذلك يكثر السياح في مدينة البترة يكثر أين الدخيل هنا يا المضارع من الفعل كثرة إذن جدره كثرة أحسنتم إذن هو فعل مجرد السؤال الثاني جرد الكلمات الآتية من أحرف الزيادة جردها أي أعطني الجذر دروز يصاحب مجالس تسامح طمريض دروس الكلمة بعد تجريدها أي أريد الحروف الأصلية فيه دروس من درسة نعم يصاحب من صحبة أحسنتم مجالس من جلسة تسامح من سمح طمريض من مرضى مرضى لاحظوا هنا دروس من درسة إذن هنا حرف الزيادة هو الواو إذن هنا مزيد وليس مجرد يصاحب ي مضارعة صاحب من صحبة إذن هنا حرف الألف زائد إذن فعل مزيد مجالس من جلسة إذن حرف الزيادة الميم والألف بينما تسامح من الفعل سمح فعل ماضي وليس مضارع حتى حتى إنك تميز تائم مضارعة عن غيرها تسامح فعل ماضي أحسنتم إذن هنا التاء زائدة والألف زائدة تمريض من مرضى إذن تمريض التاء زائدة والياء زائدة هنا تمريض اسم وليس فعل أحسنتم لذلك التاء ليست حروف المضارعة السؤال الثالث يا بني أنشئ ثلاثة جمل تحتوي كلمات مجردة وأخرى مزيدة هذا السؤال واجب لك سوف تبعثه لي كالععادة على مجموعتنا في الواتس هنا يقول لي السؤال الرابع ضاء خطا تحت الأحرف التي تتكرر في كل كلمة من الكلمات الآتية عالم معلم علامات استعلامات علماء معلومات عليم يعلمون أين هنا حروف المتكررة الأصلية حرف العين واللام والميم علماء سؤال الخامس يقول استخرج مما يأتي كلمة مجردة وأخرى مزيدة محددة نعم محددا أنت تحدد أحرف الزيادة يجب تحديد أحرف الزيادة قال تعالى لا أقسم بهذا البلد أقسم هنا فعل مضارع إذن همزة المضارعة من فعل قسم قسم أحسنتم قسم فعل ثلاث مجرد والهمزة مضارعة هي دخيلة وليست زائدة إذن هو مجرد خلقنا خلق فعل ماضي إنه ضمير إذن الضمائر من الأحرف الدخيلة وليست الزائدة إذن هنا فعل مجرد يحسب فعل مضارع إذن ياء المضارعة من حسب حسب الحاء والسين والباء أصليات إذن هو فعل مجرد يقدر من فعل قدر ماضيها أما هنا يقدر يرفع المضارع إذن إيا المضارعة إذن كلمات مزيدة والد الألف بعد الحرف الأول إذن حرف مزيد بألق حرف مزيد نعم كلمة مزيدة بحرف ب يعيش لعب أما يعيش طبعا من الياء المضارعة فالمضارع هنا أحسنتم إذن كلمات مجردة أما عالم للفعل العلمة هنا الألف بعد الحرف الأول حرف زائد أما حفظ فهو مجرد بينما طارق من طرقة إذن ألف زائدة إذن منحوظة مهمة ركزوا جيدا لمعرفة الكلمة هل هي مجردة أم مزيدة أولا نحذف كل دخيل على الكلمة أخذنا التعريف التي تتصل بالأسماء نحذفها لنعرف إذا كان مزيد أو مجرد كذلك الضمائر المتصلة وتاء التأنيث وأحرف المضارعة نون ألف تاء ثانيا نأتي بجذر الكلمة الحروف الأصلية للكلمة أي جذرها التي لا يمكن استغناء عنها وإذا وجدنا حرفا أو أكثر زادة عن الجذر فالفعل مزيد إذن لا يعد من حروف الزيادة كل من التعريف الضمائر المتصلة تاء التأنيث الساكنة أحرف المضارعة نأتي نون ألف تا ياء إذن يجب حذفها من الكلمة حتى نميز الأحرف الزائدة لو قلت هنا لا تلعب في الشارع تلعب هل هو مجرد أو مزيد نذهب إلى الكلمة تلعب فعل مضارع أين الأحرف الدخيلة هنا نحذف الأحرف الدخيلة وهي التع إذن من فعل لعبة إذن هنا فعل مجرد أحسنتم نشكر لكم حسن استماعكم كان معكم معلمة اللغة العربية هيا المرايطة دمتم في رعاية الله آمنين وسالمين اشتركوا في القناة